بسم الله الرحمن الرحيم يبدأها المهندس عدلي بالتأكيد على الوقت والتوقيت خير ناس كتير عمالت تقول الله طب ما عندنا نشينا هم طب هو أنت ما كنت فاد ما شاركتهمش من بدري ليه وطبعا طالت الاتهامات جزء منها موسيماني وجزء منها سوارش وجزء منها الإدارة وجزء منها يعني مناخ عام حواليك لكن أستاذ إبراهيم تصدقني الوقت الذي تدفع فيه بالناشئين في محاولة تغيير الجلد الحقيقي أنا لا يتحدث عن ناشئ يخش بفوصة فرقة ماشية ولكن يبقى يعني تلت الفرقة مثلا قوامها من ناشئين لا يمكن وإنت ماشي وعندك طموحات وعندك أمل وبتنافس تقدر تأخذ هذه الخطوة هتقولي الزمالك الزمالك لو ترجع بالذاكرة لم يلجأ إلى خطوة الدفع بالناشئين إلا بعد أن تردت النتائج وكان وقتها في يرى هو اللي في مرمى نيراني النقد وراجل لأنه يعني غامرة ولأنه كان شايف أنه محتاج حيوية في الملعب وكان مضطرة لنسبة كبيرة ما أنا بقول له وقف القيد بالنسبة له ما جابش لعيبة يعني هي مش عايزين نقعد وقف لا جاب لعيبة جاب لعيبة لا القيد اللي فات كان مقوف وجاب لعيبة الجزيري ما هو جديد جاب لعيبة أستاذ براهيم ما إحنا نقعد نقول القيد مقوف والمعارين رجعوا واخد بالك هل هو كان هو يغير حد بالأجنب دي سياسته مش هي دي النقطة أستاذ براهيم أستاذ براهيم أنا بكلمك على مدرب جاء في ظروف فتعثرت النتائج خرج من أفريقي وفقد عشر نقاط في وقت وجيز فابتدع حتى الناس وبعض برامج منتمية لزمالك وقولك قط اللبس ومش قط اللبس وابتدوا تكلموا كده الراجل دفع بالنشين وهي دائما يعني لما يكون عندك ناشئين كويسين بتبقى المغامرة محسوبة فتحقق النتائج شالت في الفطرة دي مع الفريق الأول اكتملت الحيوية وثابتوا أن بعض أولئك الذين يجلسون على دكة البدلاء كانوا يستحقون الفرصة منذ زمن أنت في النادي الأهلي الراجع من ثالث العالم وعندك تحديات نهائيات بطولة أفريقيا الجديدة ثم الدوري بمؤجلاته والاضطراب الذي حدث موسماني راجع لا مش راجع بالآخر كده موسماني ما كانش عايز يكمل عشان تبقوا يعني فاهمين لأنه تعرض عليه لكن تعرض عليه في ظل مناقشة فنية قال لهم أنا تعبان أنا مرهق أنا مقدرش على الضغط ده وأنا عايز أرتاح وهو دلوقتي في فطرة استجمال فعلا وبيرتاح ما بين اتخاذ القرار والقرار اللي ربما يكون مخطط له أو لا مش عايزين نخش أهو في حتة موسماني لأنه ما كانش ممكن اللي يجي بعديه يروح رامل فوطة وبقول حالعب هريح الكبار دي خطوة خطوة عايزة ظروف زي ده اللي بسميه التوقيت بقى التوقيت ده يسمح لك أنك لما تاخد هذه الخطوة هيبقى مرحب بها وتتصيق أن تأخذها وأنت في مساندة إعلامية وجماعيرية وبدون ضغوط وعندك ناشئين هيقدر يقولوا كلمته والمراحل السينية اللي قال لي منهم فيها مواهب عالية جدا 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 كما تحدثت مع كابتن خالد بيه فإذا مسألة التوقيت هو ده التوقيت وهو ده كان التوقيت بتاع الزمالك كانش يقدر في ظل المنافسة المحتدمة أنه يبقى يعني أنا بكلمك في النورمال في الطبيعة أما هي مسألة وقت بقى هي مسألة وقت ويتعافى النادي الأهلي وتغلب على كافة الصعاب اللي بعضها هو يعني مناخ يخصه ومعظمها مناخ لا يخصه يعني أنت بتتعامل مع مسؤولين في الكورة زي ما يكونوا يعني همهم إزاي أن تتعثر لدرجة أنهم يعني يطلع لك همهما يقولك لما كانش الأهلي طلب تغيير لجنة الحكام كنا غيرناه يا سيدي مش عايزينك تغيرها إحنا عايزينك تغير إسلوب العمل ما أنت ممكن إحنا عملين نغير لكن إسلوب العمل واحد كل اللجوم مشتغلوا بنفس الطريقة النهاردة كابتن يقولك لاتنبرج حييجي ومحتاج واحد مصر جانبه فحيكون الكابتن عصاب الله يعني اللي حيوشوشو في إدنه الكابتن المسؤول عن الأزمة اللي إحنا فيها دي يا جماعة والنبي ملكوش دعو بالأهلي إتوا عايزين تصلاحوا ولا عايزين تباينوا مين الأقوى لا إنتوا الأقوى خلاص صلاحونا كورا بقى